إذن كيفية التصدي ومواجهة العدوان الإيراني في المنطقة على رأس قائمة المناقشات التي تبحث في قمة النقاب بين إسرائيل والولايات المتحدة ووزراء خارجية الدول الست المشاركة مصادر مقربة من وزير الخارجية الإسرائيلية إيرلابيت قالت إن تل أبيب ودول المشاركة في القمة يبحثون إنشاء تحالف دفاعي وتشكيل آلية تعاون أمنية إقليمية لمواجهة التهديدات الإيرانية وتركيز على الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي التي تهدف إلى مواجهة ترسانة إيران الكبيرة من الصواريخ متوسطة المدى والطائرات المسيرة والتهديدات البحرية مثل القرصنة في البحر الأحمر بحسب صحيفة وول سريت جيرنل فإن واشنطن تعيد التفكير في دورها الأمني في المنطقة بينما تسعى روسيا والصين إلى استغلال الثغرات التي خلقتها واشنطن أضافت الصحيفة أن تصدعات بين الولايات المتحدة وحلفائها حول مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران دفعت إلى عملية إعادة الاستفاف بينما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين أن استقرار المنطقة يشكل أساسا قويا للتصدي للتهديدات المشتركة تشير الصحيفة إلى أن دول قمة النقب يجمعون على أن تخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران قد يهدد أمن المنطقة ويمنح تهرام مكاسب غير متوقعة لإنفاق المزيد على برنامجها الصاروخي وعلى شبكة ميليشياتها كحزب الله في لبنان والحثيين في اليمن ومجموعة من الميليشيات العراقية وفي النقب وردا على ما يتردد في إسرائيل من أن إدارة بايدن تهرول نحو اتفاق نووي بأي ثمن تقريبا قال وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين أن الرئيس بايدن لم يتخذ بعد قرارا بشأن شط باسم الحرس الثوري من لوائح الإرهاب لكنه شدد على أن العودة إلى الاتفاق النووي هي الطريقة الأفضل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي